نتقل مشاهدين لموضوعنا الآخر عن صانع شوكولا السلام هذا الاسم اللي اختاره الشاب السوري المغترب الدكتور طارق هدهد طارق حصل مؤخرا على جائزتين الجائزة الأولى تصنيفه من أفضل 25 مهاجر إلى كندا وجائزة ثانية باعتباره أفضل رائد أعمال في كندا لعام 2020 طبعا طارق وصل لكندا مع عائلته من دمشق بكانون الثاني عام 2016 بعد أن تم تدمير معمل الشوكولا المملوك للعائلة في سوريا إلا أن أنشأت العائلة مصنعا للشوكولا في بلدة أنتيغونش بمقاطعة نوفا سكوشا في الشرق الكندي ليذيع سيطه ليس في البلدة فحسب بل في كندا كلها بسبب إثناء ودعم رئيس الوزراء الكندي جوسان ترودو لطارق وأيضا للمصنع طارق حقق نجاح تلول الآخر وتوجه نجاحه عندما عينته حكومة مقاطعة نوفا سكوشا قبل أيام وعضوا في مجلس إدارة مجموعة أنفيست نوفا سكوشا لدعم مشاريع الاستثمار في المقاطعة وتعزيز تنافسيتها على صعيد الاقتصاد العالمي بدنا نشوف هلأ صورة كمان هاي صورة المتجر يمكن اللي واقف قدامها طارق واللي سماها متجر السلام هاي من رئيس البلدية أو المقاطعة فينا نقول وقت افتتاح المتجر في صورة أيضا رح نشوفها مع بعض هي لوالده والد هدهود والد طارق هدهود وممثل ولاية نوفا سكوشا في مجلس العموم الكندي عائلة طارق هدهود كانت متخصصة بصناعة الشوكولة في سوريا منذ أكثر من 20 عام وتصدر منتجاتها لكل أنحاء الشرق الأوسط قدمت أسرة هدهود نموذجا للأسرة المهاجرة الناجحة في كندا وحصلت على جائزة جود نيوزي بورد جائزة الأخبار الحميدة عام 2016 وهي جائزة تمنح للقصص الإنسانية الناجحة والمتميزة في المجتمع الكندي العائلة حصلت على الجنسية الكندية وقد تم تصوير فيلم بيس باي تشوكولة السلام عن طريق الشوكولة عن تجربة هذه العائلة وشهرتها في صناعة الشوكولة الفيلم كان من بطولة حاتم علي ويارة صبري قاما بدور الوالدين في حين سيؤدي الفنان أيهم أبو عماد دور طارق هدهود تغريدات عديدة وتعليقات جاءت على الجوائز التي حصل عليها طارق خلينا نبدأ بالتغريدات طبعا بعد ما هو نزل صورة لإيلو بحصوله على الجوائز كانت التعليقات من ريهوندا والوحدة تهنينة ومرة أخرى أشكرك على اختيارك كندا كدولة لك كلنا أفضل بسببك أنت وعائلتك الجميلة تغريدة تانية كانت من جاكي تهنينة أنا سعيد جدا لأنك جعلت كندا موطنا لك وتقويتنا أيضا مو سينك تهنينة لقد حقاقت الكثير في وقت قصير في كندا أنت مصدر إلهام حقيقي وسفير لمن يسعون إلى مستقبل في بلد آخر كندا أو غير ذلك أيضا كان في تعليقات جاءت على الفيسبوك والتي ربطت نجاح طارق بالوضع اليوم في سوريا وما يعاني الشعب من أزمات متتالية خلينا نشوف بعضها حسين عم بيقول بعملنا ما شفنا شي سوري توهج وأصبح بهكذا قدرة غير لما صارت هجرة العقول الحل الأنسب للانفتاح على العالم نحنا إذا بيشوفوا بسط بأدونس وكزبرة بياخدوا التلتين الحمد لله اللي طلعنا وشفنا قديش البلاد بتعز أهلا إلا بسوريا بدك تفوت لازم تحط 100 دولار هاي رسوم طابور البنزين والخبز ورسوم الكهرباء المقطوعة فيفو بتقول فعلا كندا بتتأدر كل شيء الله يوفقهم بتذكر لما طرحوا الفكرة وبلشوا يعملوا شوكولة بالبيت ويبيعوا لحد ما إجا الوقت المناسب وفتحوا معمل وماشاء الله صار إلي هون سمعة نيحة ورنيما بتقول من يحيا اللي ما ضلت هون كنت هلا على طابور البنزين قدامة 50 سيارة وبس يوصل دور لعندك بيخلص البنزين وهيك بتعيش كل يوم حياة سعيدة وهنية التعليق الآخر ما من رامع نحن مشاطرين غير أنه نطلع العالم الموهوبة من بلدة ونخليهم يروحوا يفيدوا الغريب طبعا أغلب التعليقات كانوا عم يتخيلوا أنه لو كان طارق بسوريا شو كان صار فيه دائما هاي المقارنات ما كان فيه له دعم حتى دائما هاي المقارنات رواني يمكن حتى نحن بحياتنا اليومية منتعرض لأو نسمع كتير أنه ياريتني منيح لني طلعت ياريتني قدرت تطلع حتى أخواتي أو أهلي أو شي يعني أنه فعلا بيعرفوا أنه ما في فرص يعني بالداخل أدما كان الواحد عنده شي ما بيقدر يطلع بسبب أنه ما في فرص يعني مشروع بسيط يعني مشروع بسيط اللي عملوا هني أساسا بيشتغلوا بنفس المهنة صنعات الشوكولات بس لقوا الدعم يعني أي شخص بياخد هيدا الدعم فأكيد أعتقد أنه رح ينجح ينجح مية بالمية نتمنى أكيد توفيق لكل الشباب يعني إن كان بالمغترب أو حتى في سوريا أنه يلاقوا مجالاتهم ويحققوا طموحهم بديئة شكركم مشاهدينا هي بتكون آخر فقراتنا لليوم بحكي ميديا